مجلس إدارة النادي الآلي والمكلف بأعمال نائب رئيس النادي وهو كمان له دور مهم جداً في هذه البطولة كان منصق لبعثة فريق النادي الآلي مع الفيفا النهاردة كان فيه زيارة من وفد الاتحاد الدولي لمقر إقامة النادي الآلي عشان يطمئن على كافة الترتيبات زي الخاص بالفريق الإعلانات الخاصة لزي الفريق المأسات المتعلقة بإسم كل لاعب على التي شيرت بصوا تفاصيل التفاصيل الفيفا بيركز عليها وبيشتغل عليها النهاردة كانت معاينة الملابس مراجعة التصريح والتسجيل الاتمينان على سلامة كافة إجراءات البعثة عدم وجود أي مشاكل الاجتماع هذا تم موافد مكون من الاتحاد الدولي مع المهندس خالد مرتجي بحضور حنان الزيني مدير اللوايح والترخيص وائل محمد ومحمد أسامة ممثلي الجهاز الإداري وأحمد الطوخي ممثلاً عن إدارة التسويق بشركة الأهل لكرة القدم موجودين النهاردة اجتمعوا اتمأنوا على كافة الترتيبات وخلاص الأهل دخل في تفاصيل البطولة نتمنى التوفيق يا رب في التدريبات اللي جاي عشان تكون الفريب الكامل في أتم الجهازية ونستعد لخوض مباراة يوم السبت أي أن كان من الكسبان النهاردة سواء بطل البرازيل أو حتى بطل المكسيك ترجمة نانسي قنقر